بسم الله الرحمن الرحيم طلبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل قطعة جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ GM foods طالب الطعام المعدل أراثيا لأن ال GM اختصار جينتيكالي مدفايد our foods هي أطعمة derived from organism إبا مأخوذة من طعن أعضاء أو طعن أرغانيزم لأعضاء food genetic materials أو كائنات حية بأرغانيزم كائنات حية والتي المواد طعن الجينية بتاعتها لأن الDNA has been modified إبا تم تعديلها in a way بطريقة that doesn't occur naturally إبا بطريقة لا تحدث طبيعيا currently available GM foods إبا الأطعمة المعدلة وراثيا المتاحة حاليا stem mostly from بتنشأ من طعم غالبها أو في غالبيتها from plantis من نباتات but in the future ولكن في المستقبل foods derived from الأطعمة المأخوذة من GM microorganisms or GM animals إبا المأخوذة من كائنات حية دقيقة معدلة وراثيا أو حيوانات معدلة وراثيا are likely to be introduced on the market إبا من المحتمل أن تقدم إلى السوق أو تورد في السوق أي بمعنى أن تكون معروضة للبيع زي ما نشوف في الأسئلة مني ساينتيستس العديد من العلماء think that بيعتقدوا أن ذو جي إيم فود بدون الأطعمة المعدلة وراثيا the third world العالم الثالث will never overcome its food problems لن يتغلب أبدا على مشاكله الغذائية at present في الوقت الحاضر over one billion people أكثر من بليون شخص live on less than one dollar a day ما بيعيشهم على أقل من دولار واحد في اليوم the united nations الأمم المتحدة hopes this number will be cut in half بتأمل بأن هذا العدد سوف يقلل إلى النصف within 15 years خلال 15 عاما this will not happen هذا لن يحدث if food continues to be produced in the conventional manner أو الطعام السمر في إنتاجه بالطريقة التقليدية foods produced by traditional farming methods وللأطعمة والتي تنتج بالطرق الزرعية التقليدية don't last very long إبا لا تدوم كثيرا and often spoil وغالبا ما تفسد during transport أثناء النقل very often غالبا جدا food sent by the west الأطعمة التي ترسل بواسطة الغرب two countries إلى الدول suffering from famine التي تعاني من مجاعات rot before it reaches its destination إبقى بتعفن أو بتعان بتفسد قبل أن تصل إلى وجهة صفرها now and now scientists have found ways العلماء قد وجدوا طرقا to preserve foods للحفاظ على الأطعمة for much longer time لفترة أكثر for example for example على سبيل المثال they have developed a preservative made from vitamins and minerals إبقى قام بتطوير مادة حافظة مصنوعة من البيتامينات and minerals والمواد المعدنية which keeps even cut fruit fresh for up to 10 days if refrigerated والتي تحتفظ حتى بالفاكهة المقطعة تازجة لحوالي 10 أيام لو تم طبعا وضعها في الثلاجة أو لو حفظت عن طريق التبريد despite this على الرغم من هذا there are still people who believe agricultural research should be moving in a different direction إبقى ما زال هناك أناس والذين يعتقدون بأن البحث الزراعي ينبغي أن يتحرك في اتجاه مختلف إبقى moving in a different direction they accept that ثم يقبلون بأن there is no real proof that ليس هناك برهان حقيقي that GM foods بأن الأطعمة المعدلة وراثيا are dangerous تكون خطيرة however على الرغم من ذلك they believe that يعتقدون أن the solutions that GM foods provide الحلول التي يقدم الطعام المعدل وراثيا طبعا هنا short term دي حلول طبعا بكون قصيرة الأجل and that's necessary to find longer lasting and natural means وطبعا من الضروري العثور على طعا وسائل أطول في الاستدامة وطبيعية to solve the world's food problems لحل مشاكل الجذاء العالمية نشوف الأسئلة مع بعض عندي أول سؤال the topic of the third paragraph is يبقى لي طبعا الموضوع بتاع البارغرافي الثالث هو طبعا هنا أتبقى الإجابة letter C لأن الأطعمة التقليدية بتحتاج إلى مواد حافظة to stop them going routine لإيقافهم من أن يفسدهم أو يتحللهم أو يتعفنهم إبقى طبعا هنا تبقى letter D لأنه يحتاج مواد حافظة أما need no preservative معناها لا يحتاج مواد حافظة عند رقم 20 in the future في المستقبل what does the writer of this passage expected to happen concerning food إبقى لما الذي الكاتب أو كاتب هذه الكتعة بيتوقع لأن يحدث بخصوص الطعم طبعا هنا تبقى الإجابة هنا gm letter C the foods derived from gm microorganisms will be produced إبقى طبعا الأطعمة المستوحى أو المأخوذة من طبعا هنا المواد العضوية الدقيقة أو الأجسام العضوية الدقيقة المعدلة وراسيا سوف تنتج لأن طعم جملة ذكرت في الكتعة عندي بعد كلا السؤال مقام 21 to preserve foods for a long time إبقى للحفاظ على الأطعمة لفترة طويلة scientistis العلماء تعنينا تبقى الإجابة letter A لديبلوب أكيميكال سابستنس ذات بريفينتس فود فوروم ديكيينج إبقى ديبلوب أكيميكال إبقى بيتطورهم أكيميكال سابستنس بمادة كيميائية ذات بريفينتس فود والتي تمنع الأطعمة فوروم ديكيينج من التعفن أو التحلل رقم 22 according to the passage طبقا للكطعة foods grown by conventional methods الأطعمة التي تزرع بطريقة أو بطرق تقليدية تعني تبقى are appreciable إبقى قابلة لأن تهلك لأن perish معناه يهلك أو ينفل تبقى دي الأطعمة تعني بتهلك عن طريق أنها بتفسد رقم 23 as mentioned in the passage كما ذكر في القطعة most of the food sent to countries which have starvation المعظم الأطعمة التي ترسل إلى الدول التي لديها مجاعة تعني تبقى الإجابة لتر اي the spoils by the time it reaches them باب يفسد قبل أن يصل إليهم رقم 24 the underlined phrase العبارة التي تحتها خط يبي introduce on the market إبقى يقدم إلى الأسواق mentioned in the passage التي ذكرت في القطعة can be replaced by يمكن استبدلها ب كان تبقى can be replaced by be on sale لتكون معروضة للبيان رقم 25 according to the passage طبقا للكطعة GM food الأطعمة المعدلة وراثيا تعني تبقى genetically engineered food هو طعام معدل وراثيا أو هندسيا أو طعام هندسيا معدل وراثيا رقم 26 the underlined verb stem لو ينشأ من بل الفال اللي تحت منه خطه هو stem in this context can be replaced by في هذا النص ممكن نستبدل به وأن أعرف فين لي هنا هتبقى دبال بليا يتطور أو ينمو شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر